مشاهدين دعوني أرحب بضيفي هنا في الستوديو المستشارة ماضي عبدالله الخميس الأمير العام للملتقى الإعلامي العربي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أختيت شرفت وجودي اليوم في قناتكم المحترمة وجودي في هذه القمة العظيمة لحقيقة نرفع كعرب رؤوسنا عاليا بوجود مثل هذا التنظيم العالي وهذه المشاركات الكبيرة والمحتوى المميز الذي قدم في هذه القمة من جلسات أو كلمات رئيسية أو محاورات مختلفة جميل أستاذ ماضي إذا ما تحدثنا عن دور الإعلام اليوم في مثل هكذا قمم هناك جلسات حوارية منتديات أيضا مختصة بها الإعلام تحديدا الإعلام العربي شيء الجميل في هذه القمة أنها جمعت كل شيء جمعت كلمات رئيسية لرؤساء دول ولشخصيات عامة ولتجارب مختلفة جمعت محاور وندوات جمعت ورش عمل وتدريب جمعت أيضا جلسات مغلقة بين متخصصين مثل اليوم يمكننا الآن نحن نتكلم اجتماع لوكلات الأنباء وكلات الأنباء العربية وهذا يعنينا كإعلاميين اجتماعات لوزراء مالية اجتماعات لوزراء متخصصين فهذه كلها أيضا تعطي روح وحيوية لمثل هذه القمم احنا كإعلام اليوم دورنا مهم بالتأكيد دورنا مهم كراصدين وكناقلين يعني القناة اليوم مثل قناة ابو ظبي وبقية القنوات المحترمة الموجودة التي قاعد تغطيها هذه القمة هي التي تنقل للناس كل ما يحدث وكل ما حدث في خلال هذه القمة أيضا دورنا مهم أن نحن أيضا بالنهاية نعتبر مؤسسات ونعتبر صناعة يعني الإعلام اليوم يعتبر صناعة مهمة أيضا لما نتكلم عن التطور عن التنمية عن العمل الإداري عن التجارب كلنا نحن كقائمين على مؤسسات الإعلامية أيضا يعني يتبادر إلى ذهننا فكرة التطور ونأخذ من هذا التجارب ونستفيد فالإعلام أكيد الأمر الآخر أيضا اللي أنا جدا أحرص عليه في هذه اللقات هي النتوورطن العلاقات مع زملائنا الإعلامين أما لمن أنت تعرفهم قد لا تلتقي معهم خاصة نحن قاعدنا ثلاث سنين في كورونا الأنشطة يعني تكاد تكون معدومة يعني بدأت الحياة تعود بفضل الله أو أنك تتعرف على شخصيات وعلى إعلامين من جديد فبتأكيد الإعلام دائما هو حاضر مفيد ومستفيد نعم أستاذ ماضي أيضا من أحد المتديات في القمة العالمية للحكومات هو مستقبل الإعلام والتواصل الحكومي وأحد الجلسات تقع تحت مسمى بين التجديد والتقليد كيف من الممكن أن نصف اليوم الإعلام العرب طبعا أول شيء أنا عندي نظرية في فكرة وأوردتها في كتاب الأخير القواعد الذهبية للإعلام هذه النظرية حول ما هو إعلام وما هو ليس بإعلام هناك خلط لدى الناس لدى العام لدى أحيانا بعض الإعلامين أيضا أنه ليس كل ما نتعامل به اليوم هو إعلام الإعلام هو صناعة قائمة بذاتها بدأت بالصحافة إذاعة تلفزيون تطورت مع تطور التكنولوجيا وأصبحت تستخدم الوسائل التكنولوجية المختلفة ولكن هناك صناعة أخرى هي ليست بالإعلام هي صناعة وسائل التواصل الاجتماعي هذه الصناعة وجدت وانتشرت بفضل وجود الأنترنت وبفضل الهواتف الذكية وخلافة هذه الصناعة وسائل التواصل الاجتماعي يستخدمها الإعلامي والغير إعلامي يعني إحنا كإعلاميين نستخدم هذه المنصات ولكن أيضا يستخدم الغير إعلاميين لأن تحديد مفهوم الإعلامي اليوم ومن هو الإعلامي وما هي المنصة الإعلامية مهمة ليس كل من يستخدم تويتر مثلا أو إنستجرام يمكن أن نطلق عليه إعلامي وإلا أصبحت مهنة الإعلام هنا مشاعة فلذلك هذه المنصات هي منصات تواصل الاجتماعي وإن كان العمل الإعلامي تحول أصلا من عمل مؤسسي إلى عمل فردي يعني زمان إحنا عشان أنت حضرتك كمذيعة اليوم تقدر أن تشتغلين باليوتيوب وتبثين برامج وكذا ولكن أنت صانعة محتوى إعلامية هناك صانع محتوى مثلا شيف طباخ يتكلم هناك صانع محتوى مهندس هناك صانع محتوى قانوني ولكن إحنا كإعلاميين اليوم يختلف المفهوم عندنا كصناعة إعلام بهذه الحيثية فلذلك هذا الخلط لا يجوز أن يستمر شكرا لك على زيارتك أنا تشرفت بالعكس شكرا لك المستشار ماضي عبدالله الخميس الأمير العام للملتقى لإعلامي العربي شكرا جزيلا